موسيقى صباح الخير أهلا بكم في أولى نشاراتنا الإخبارية من قناة الجديد ينتظر ويتسلم لبنان من سوريا اليوم جثامين أربعة من الذين قضوا في تلكلاخ بحسب ما تبلغ وزير الخارجية عضنان منصور أمس من السفير السوري علي عبد الكريم علي وتعود الجثث إلى ثلاثة لبنانيين هم محمد الأيوبي وبلال الغول وأحمد نبهان والفلسطيني محمد الحاج وأفادت أوساط الرئيس نجيب ميقاتي أن جثث الضحايا كان من المفترض أن تسلم دفعة واحدة لكن نتيجة تضارب المعلومات حول إحداها ارتوئي تأخير التسليم حتى يتم إجراء فحوص الدي ان اي على أن تلي هذه الدفعة دفعة ثالثة في وقت لاحق وبالانتظار خطفت مصر الأضواء الشارع انقسم شارعين لكل مليونيته وأفت كل على ليله وأنصار نعم ولا سلم أمرهم إلى الصناديق الجانب الموالي يرى في الدستور الجديد تطبيقا لحكم الشريعة والجانب المعارض يسأل هل يعقل أن يصنع رئيس ديكتاتور بالدستور؟ وفي المحصلة لم تأخذ مصر غلابا وأثبت شعبها أنه ولاد الديمقراطية وأن المواطن يراقب ويحاسب وقرار مشاركة نصفه المعارض في الاستفتاء الذي يستكمل السبت المقبل هو درس للجماعة بأن أحدا لا يستطيع الاستئثار بالحكم قطعت مصر قطوعها شعبيا وفتوى من حجم القارضاوي بالترغيب والترهيب لم تصرف انتخابيا فالقارضاوي اللاعب على سياسة الإخوان كأحد أكبر رؤوسها طالب المصريين بالتصويت بنعم كي لا يخسروا مساعدات قطرية بمليارات الدولارات وهي مليارات وهبتها الدوحة لمصر لا لحكم الإخوان من المقرر إذن أن تتسلم السلطات اللبنانية جثمين أربعة أشخاص من الذين سقطوا في تلكلخ وأشهر وزير الخارجي عدنان منصور في اتصال مع الجديد إلى أنه لم يحدد وقت لذلك لأسباب لوجستية هناك جثث أخرى لأن عدد الجثث حوالي أربطعش ووصل منهم ثلاثة غدا سنتسلم أربعة ويبقى هناك حوالي ستة جثمين نعم بالنسبة للجثمين الستة الباقية هل هناك موعد محدد أم بانتظار ماذا لماذا لم يتم تسليم الدفعة الثانية نهائية أو كاملة السبب التأخير هو التأكد من أسماء الجثمين والتحقق من هويتهم نعم على سبيل المثال غدا سنتسلم بع جثمين منهم ثلاثة لبنانيين والرابع هو فلسطيني الجنسية في مصر بدأت لجان الاقتراع فرز الأصوات وذلك بعدما أدل المصريون بأصواتهم في عشر محافظات في المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستوري الجديد بين النعم واللا لمشروع الدستور الجديد توافد المصريون إلى مراكز الاقتراع للتصويت في الاستفتاء الذي أحدث شرخا عميقا في البلاد وتسبب في الكثير من المواجهات بين المؤيدين له والمعارضين ومنذ الصباح شهدت عملية التصويت على الاستفتاء اقبالا متزايدا أمام مراكز الاقتراع حيث اصطفى المواطنون في طوابير طويلة للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من الاقتراع التي تشمل عشر محافظات من بينها القاهرة والإسكندرية وتضم نحو 26 مليون ناخب مسجل وأصدر الجيش بيانا قال فيه أنه سيتابع سير عملية الاستفتاء ورصد أي تجاوزات تجاهها وإحالتها للجهات المختصة بينما أكدت وزارة الداخلية انتظام الخدمات الأمنية بجميع مقار الاستفتاء بالمحافظات العشر التي تجري فيها المرحلة الأولى من الاستفتاء أما مجلس الرزراء فأكد حرصه على تأمين مقار الاقتراع ووقفه على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية وأعلن عدده من القوى والتيارات السياسية المعارضة للدستور والداعية للتصويت بلا ومن بينها التيار الشعبي الذي يتزعمه السياسي والمرشح الرئاسي حمدين صباحي إلى تشكيل غرف عمليات لمتابعة سير عملية الاستفتاء ورصد أي تجاوزات ويبلغ عدد القضاء المشرفين على الاستفتاء نحو 7000 قاض بينما قطعه قضاء آخرون بناء على دعوة من نادي القضاء الذي يرأسه المستشار أحمد الزند وبصراحة ما كنت شايف أي داعي للدجة اللي حصلة لأنه الدستور في مواد معظمها هو كويس وهو في الآخر أولا وأخيرا هو كلام بشر فأكيد دائما هنختلف أو نتفق عليه وفيما أخذت المعارضة على الرئيس مرسي مخالفته القوانين بتصويته على الاستفتاء خارج دائرته الانتخابية أوضح المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي أن الرئيس مرسي أدل بصوته في دائرته الانتخابية بمدرسة مصر الجديدة وأكد أنه لا صحة إطلاقا لما يردده بعض المعارضين لافتا إلى أن مرسي غير محل إقامته ببطاقة الرقم القومي الخاص به بعد انتخابه رئيسا للجمهورية لتصبح دائرته الانتخابية بمدرسة مصر الجديدة التي كان الرئيس المخلوع حسن مبارك يدلي بصوته بها بدلا من الدائرة الأولى لمدينة الزقازيق والتي يقع مقرها بمدرسة السادات الابتدائية وفي حال حصل التصويت بنعم على نسبة أكبر في نتائج الاستفتاء يتم إقرار الدستور الذي صاغته الجمعية التأسيسية أما إذا لم يحصل التصويت بنعم على النسبة الكافية فيتم تشكيل جمعية تأسيسية جديدة بالانتخاب الحر المباشر تكون مهمتها وضع دستور جديد للبلاد وتقرر أن تبدأ المرحلة الثانية السبت المقبل في بقية المحافظات الاستفتاء على الدستور المصري الجديد بين الشرعية والاستقطاب ومقاطعة القضاء تحقيق من القاهرة لمراسلتنا منعشماوي تدخل مصر نفقا مظلما تنقسم فيه الأحزاب والاقتلافات السياسية إلى قسمين تتصارع وتتحارب فيما بينها لينقسم معها الشعب والميادين والمواقف المصرية في استقطاب حاد لأول مرة في التاريخ المصري يتجلى في الاستفتاء على الدستور الذي تراه الأحزاب الليبرالية والاشتراكية دستورا غير شرعي باطل خرج من رحم لجنة تأسيسية انسحبت منها كل الرموز الوطنية المدنية ولم يبقى فيها سوى اتلاف للقوى والأحزاب الإسلامية الأمر الذي يضرب بشرعية الاستفتاء على الدستور من الأساس إلا أن القوى الإسلامية وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة لهم رأي آخر أما الذين يقولون أن الاستفتاء باطل ويستبقون النتائج ويقولون أن الدستور باطل فليقولوا لنا عن أي بديل ديمقراطي يتحدثون إذا كان لا يعجبهم أن يقول الناس نعم أو أن يقول الناس لا فهل يعجبهم أن يبقى الشعب في الشارع وأن يتقاتل وأن يدخل إليه البلطجية بالخرطوش والمولوتوف والرصاص الحي وأن نبقى معطلين حيث لا برلمان ولا دستور ولا سلطة تشريعية ولا سلطة رقابية لكن بما أن الرئيس لا يمتلك الإرادة السياسية الكافية وينحاز لجماعته جماعة الإخبار المسلمين ولحزب الحرية والعدالة ولتياره تيار ما يعرف بالإسلام السياسي على حساب بقية شعبه وأغلبية شعبه من المصريين فنحن قلنا أن نستمع إلى صوت شعبنا وصوت شعبنا الأغلبية كانت تقول لنا نحن متأكدون من الفوز ونحن متأكدون أن نستطيع أن نعرقل هذا الدستور عن طريق صندوق الاستفتاء عندما يرفض هذا المشروع سيتغير المشهد السياسي كله ولابد من أن يبدأ حوار وطني جاد فالتصويت بلاه يعني رسالة واضحة وقوية ومحددة لهم ترفض كل أسلبهم في إدارة شؤون البلاد طول الشهور الماضية وما الخطوات التصعيدية التي سيتخذها القضاء الذين رفضوا المشاركة في الإشراف على الاستفتاء ضد القضاء الذين شاركوا في الإشراف عليه بالنسبة للقضاء عندنا نسبة المشاركة زي ما قلنا من شوية أنها لا تتعد 16% من عدد قضاء مصر اللي عددهم حالياً 13 ألف كانت شكوى بقى تركزت رئيسية عدد أكثر من 30 شكوى بعدم موجود قضاء فيه اللجان يعني القضاء مش موجودين في اللجان وفيه بعض الشكاوى تانية أن اللي موجود داخل اللجنة ليس قاضي ليس قاضي ودي طبعاً إحنا حنخاطب بيها اللجنة العليا على شرس إنهم يشوفوا اللجان دي مين اللي متواجد فيها إحنا في الحقيقة بلد غير ديمقراطية إذا كان فيها ديمقراطية ما كانش تحصل المذابح في الشوارع الدستور بيخدم فئة معينة لكن ما بيخدمش المجتمع كله كامل حلول سياسية قدمتها القوى الوطنية المدنية للرئيس حتى تخرج معه من الأزمة من أبرزها استخدام دستور 71 بعد تعديله بعيد الثورة كدستور مؤقت حتى يكون هناك توافق على هذا الدستور المصري الجديد إلا أن الحلول التوافقية ما زالت تتخبط في مصالح وحسابات سياسية يدفع ثمنها الشعب مؤامرة ذكرها الرئيس تحك ضده في الخفاء لقلب نظام حكمه أبطال هذه المؤامرة هم عدة أطراف المعارضة لعل على رأسهم قضاء الأمر الذي جعله يتعجل في صياغة الدستور والاستفتاء عليه لتنقسم البلد إلى قسمين إما نعم أو لا في معركة حامية الوطيس يعلم كلا طرفيها بأنه من ينتصر فيها ستكون له الكلمة العليا في الشارع السياسي في السنوات القليلة القادمة منعش مويا الجديد من داخل نادي القضاء بالقاهرة نائب وزير الخارجية الروسي ميخايل بوكدانوف يصحح ما نقل عن لسانه والمعلم يلتقي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بعد الدرجة التي أثارها تصريح نائب وزير الخارجية الروسي ميخايل بوكدانوف بأن النظام السوري يفقد سيطرته أكثر فأكثر وأن احتمال انتصار المعارضة وارد نفت الخارجية الروسية إدلاء بوكدانوف بأي تصريحات خصوصا بشأن سوريا في الأيام الأخيرة فيما أوضح بوكدانوف نفسه أن ما نقل عنه من تصريحات تنطلق من فهم خاطئ للحديث مشيرا إلى أنه أبلغ المتسائلين عن الوضع في سوريا أن المعارضة السورية تقول إنها تسيطر على 60% من مساحة البلاد وأن الأتراك يتحدثون عن أرقام أيضا لافتا إلا أنني أعلنت أن علينا التعامل مع المعلومات باهتمام وأن لا نسقط أي احتمال من الحساب كذلك أيدت رئيسة البرازيل عقب لقائها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الموقف الروسي إزاء الأزمة السورية ورحبت بالجهود الروسية الرامية إلى حل الأزمة وفي سياق منفصل أشار مصدر مطلع في مقر الأمم المتحدة لوكالة أنباء نوفوستي الروسية إلى أن مقر الأمم المتحدة شهد اجتماعا شارك فيه ممثلون عن الدول التي ترسل عسكريين للمشاركة في عمليات حفظ السلام في مختلف أنحاء العالم للبحث في إمكان إرسال قوة حفظ سلام يتراوح قوامها من أربعة إلى عشرة ألاف جنديا إلى سوريا وأضاف المصدر إلا أن المشكلة تكمن في أن الأمم المتحدة لا تتمتع باحتياطات إضافية فيما يخص قوات حفظ السلام ما يعني أنها ستضطر إلى سحب جزء من قواتها المنتشرة في مختلف أنحاء العالم بدوره شدد وزير الخارجية السوري وليد المعلم في اجتماعه إلى وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري أموس أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي على سوريا هي المسؤولة عن معاناة المواطنين السوريين مطالبا بأن تدين الأمم المتحدة هذه العقوبات وتطالب هذه الدول بإلغائها ميدانيا لا يزال مسلسل التفجيرات في سوريا مستمرا وآخر حلقاته تفجير في منطقة التقدم في مخيم اليارموك في دماشق ما أدى إلى وكوع إصابات وأضرار مادية كبيرة في وقت أعلنت فيه المعارضة المسلحة أنها سيطرت على كلية الشؤون الإدارية العسكرية في محافظة حلب بعد اشتباكات عنيفة دارت داخل الكلية فيما أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هذه الكلية لا تضم عددا كبيرا من العناصر النظامية بسبب سيطرة المقاتلين المعارضين منذ فترة على المناطق المحيطة بها مشددا على أن الطلاب توقفوا عن ارتياد الكلية منذ أشهر بسبب أعمال العنف وأن العناصر المتبقية في المكان هم من الحرس ويقدر عددهم بالعشرات وأشار المرصد السوري إلى استمرار الاشتباكات في مدرسة المشاة شمالية مدينة حلب التي تضم نحو ثلاثة ألاف عنصر من الجيش السوري فيما أعلنت المعارضة سيطرتها على المدرسة وفي محافظة إدلب تتعرض مدينة معارضة النعمان والقرى المحيطة بها لقصف عنيف من الجيش السوري يترافق واشتباكات بين الطرفين في محيط معسكر ودي الضيف القريب من معارضة النعمان أفاد مراسلنا في عكار عصام رجب عن سقوط قذائف في خراج بلدات حكر جنين ونورة ودبيبي وقشلق ووادي الحور وتشهد هذه القرى حالات نزوح بسبب سقوط القذائف عليها وتعرضها للخطر عند الضفات اللبنانية لمجرى النهر الكبير مصدرها الجانب السوري ونقل عن عدد من المواطنين أن أعيرة نارية من رشاشات ثقيلة طاولت بلداتهم مصدرها المواقع السورية المقابلة من دون الإفادة عن أي إصابات وطالب الأهالي الجيش اللبناني بالتدخل للمساعدة وزارة الاتصالات تؤكد طلب الولايات المتحدة الترخيص لها بإقامة محطة اتصالات في لبنان والسفارة الأمريكية تنفي فما هي هذه المحطة وما الغرض منها تحقيق للزميلان والبر تعددت التفسيرات والتأويلات بشأن ما نشرته جريدة السفير عن مصادر رسمية مطلعة بأن الجيش الأمريكي تقدم عبر السفارة الأمريكية بطلب إلى الهيئة النظمة للاتصالات لمنحه رخصة إقامة محطة اتصالات ضخمة على الأراضي اللبنانية هذه المعلومة نقلناها إلى مصدر مطلع في وزارة الاتصالات الذي تحدث باختصار عن الموضوع موضحا أن الطلب وصل إلى الوزارة منذ فترة وهو بالحصول على ترخيص لموبايل فيسات والوزارة في انتظار استشارة من الهيئة العليا المنظمة للاتصالات قبل إحالة الطلب على مجلس الوزراء من أجل اتخاذ القرار المناسب السفارة الأمريكية من جهتها نفت للجديد ما أوردته جريدة السفير واصفة إياه بالمزاعم أما عن تأكيد وزارة الاتصالات للطلب فتحفظت مصادر السفارة عن الإجابة إذن محطة اتصالات ضخمة بحسب الصحيفة وموبايل فيسات بحسب الوزارة عبارتان تصبان في الخانة نفسها بحسب الخبير في تقنيات الاتصال العميد المتقاعد محمد عطوي وإن لم تكن المحطة ضخمة بالحجم بحسب عطوي فإن مفعولها على الأرض ضخم جدا والموبايل فيسات هي تكنولوجيا تنقل المعلومات من القمر الصناعي إلى نقاط متحركة من الأرض لتخرج من هذه النقاط معلومات وتحمل إلى القمر الصناعي وبحسب عطوي فإنها تتطلب كشركتين أم تي سي وألفا مبنى محدودا على الأرض وعددا من الشبكات الموزعة على المناطق أي تتطلب الحصول على ترخيص للوصول إلى ترددات في جميع المناطق اللبنانية والترخيص للحصول على قطعة أرض يعني وكأننا أصبح عندي شركة خليوية بحد ذاتها مستقلة تابعة لصفارة ما أو لدولة ما أو لمؤسسة ما شو هي المعلومات اللي ممكن هاي الموبايل فيسات يفوت عليها عنا بلبنان ممكن نحن نعمل لها كونكشن ما بشبكة ثابتي نعمل لها كونكشن بشبكة ألفا نعمل لها كونكشن بشبكة الام تي سي نعمل لها كونكشن مع الاي اس بيز وعليها رقابة من الدمن السلطات قديش قدرة الرقابة الدولة اللبنانية أنا يعني موضوع علامة استفامة كبيرة قديش فيها تقدر تعمل رقابة لأنه هي في مرحلة من المراحل وزارة الاتصالات كانت عاجز جدا عن كشف عملاء عديدين في قطاع في قطاع الاتصالات مجرد القول بإنشاء محطة اتصالات يعني اتصالات يعني تنصت يعني استطلاع يعني مراقبة يعني تعقب يعني رصد يعني معلومات مؤخراً وكالة الأمن القومي طلبت إنشاء 65 مركز تنصت واستطلاع في العالم هل لبنان هو أحد الدول من هؤلاء ال65 هل السفارة أو الولايات المتحدة عامل شبكة خطوط جديدة ورح تقدمها للشعب اللبناني حتى يستفيد منها هذه الشبكة إذا هايك نحن ما بلنا إياها من الأساس إذن في ظل نفي السفارة الأمريكية للمعلومات وتأكيدها من وزارة الاتصالات والمعطيات المتوافرة فإن مناقشة الطلب في الحكومة الحالية تبدو نتائجها بديهية كحال الأسباب الكامنة وراء الطلب الولايات المتحدة بناء قاعدة الاتصالات هذه الذي وصفته السفارة بالمزعوم نوال بره قناة الجديد أهلا من جديد يلقي الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كلمة بعد ظهر اليوم في حفل التخرج الجامعي السنوي في مجمع سيد الشهداء يتطرق خلالها إلى الوضعين الداخلي والسوري رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكد أن الحل ليس بالتصعيد في المواقف السياسية ولا بالتساجل عبر المنابر رأى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أمام زواره أن اقتراح الدعوة إلى الاتفاق على قانون الانتخابات وتأليف حكومة جديدة تشرف على الانتخابات النيابية يشكل المخرج الملائم من المأزق السياسي الراهن في حين أن إصرار البعض على مقاطعة المؤسسات الدستورية وعلى المضي في التصعيد السياسي والتحركات الهزيلة في الشارع هو انتحار سياسي وتكرار لأخطاء سابقة وعن موضوع ترابلوس والانتقادات التي توجه إلى الحكومة فقد أشاد بأبناء ترابلوس الذين يتمتعون بالوعي السياسي الكبير بما يؤهلهم للتمييز بين من يقف إلى جانبهم قولا وفعلا ومن يكتفي بالكلام السياسي ويدفع المدينة نحو رهانات خاطئة يدفع ثمنها الترابلسيون مؤكدا دور الجيش اللبناني في فرض الأمن وعن استغراب البعض قوله أن انتشار الجيش منع إقامة إمارة قال ترابلوس كانت وستبقى جزءا لا يتجزأ من هذا الوطن وانتماؤها الأول والأخير للدولة وكان رئيس مجلس الوزراء قد استقبل وزير العدل شاكيب قردباوي وبحث معه في شؤون وزارته وفي خلال اللقاء تطرق البحث إلى ما يشاع عن مذكرات توقيف سوريا بحق الرئيس سعد الحريري والنائب عقاب سقر فرأى الرئيس ميقاتي أن هذه المذكرات سياسية بامتياز ولقيمة لها وهي لغية من الناحية القانونية كما استقبل وزير الاتصالات الأولى صحناوي وبحث معه في شؤون وزارته ومن زوار ميقاتي وفد من تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان ميقاتي عقد أيضا اجتماعا تنسيقيا مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي ومفوضة الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في حضور الوزير وائل أبو فعور وسفيرة الاتحاد الأوروبي وجرى النقاش في الأزمة السورية وتبعاتها على اللاجئين السوريين وفي سبول دعمهم ماديا السفير الروسي أليكسندر زاسبيكين أكد من الخارجي أن البيانة الصادرة عن لقاء السفراء ليس مشتركا شدد السفير الروسي في لبنان أليكسندر زاسبيكين على ضرورة الوصول إلى اتفاق لوقف العنف بالتوازي بين الأطراف المتنازعة في سوريا وإعادة المراقبين الدوليين بعدد أكبر وتشكيل هيئة إدارية انتقالية كلام زاسبيكين جاء خلال زيارته وزير الخارجية عدنان منصور لإبلاغه بأن موقف روسيا لم يتغير بالنسبة للأزمة السورية المطلوب إجراء الضغط على كافة أطراف النزاع بهدف تطبيق بيان جينيف في أسر الوقت وذلك لوقف صفك الدماء وإنقاذ حياة البشر المشاورات الروسية الأمريكية النصعة من خلالها مصاهمت في تطبيق بيان جينيف الذي اتفقنا عليه مع الأمريكان والأطراف الأخرى وعن الاستغراب الذي أثاره الاجتماع الرباعي في منزل السفير الإيراني بين سفراء كل من سوريا وروسيا والصين وإيران قال زي سبيكن سفرات لديها الحق لإصدار البيانات ما نشر الآن فهذا البيان باسم الصادر في السفارة الإيرانية وليس البيان المشترك نحن عندما نتحدث سولى الأوضاع في سوريا نقول أنه نحن لن نؤيد أي طرف ضد طرف أخر نحن نتعامل مع النظام وفي نفس الوقت مع المعارضة بهدف واحد للجلوس الأطراف وراء الطاولة المفاوضة وأكد سفير الروسي أنه تم خلال الاجتماع البحث في الأمور المتعلقة بتسوية سياسية سلمية لوقف النزاع في سوريا قائد الجيش العماد جون قهواجي يزور فوج المغاوير في رومي ويشدد على دور الجيش في حظ الأمن والاستقرار قام قائد الجيش العماد جون قهواجي وضمن زياراته الاعتيادية لوحدات الجيش وقطعه بزيارة فوج المغاوير في ثكنته في رومي حيث اجتمع إلى قائد الفوج وضباطه وعسكريه وأعطى توجيهاته اللازمة وتطرق في كلمته للعسكريين إلى الأوضاع الأمنية في البلاد ولسيما في طرابلس حيث كان لوحدات الجيش الدور الفاعل في وقف الأحداث ومساعدة الأهالي على العودة إلى منازلهم وأعمالهم وأثنى على جهود هذه الوحدات في حفظ الأمن من دون تمييز ولا تفرق وأكد أن الجيش لن يتساهل مع من تسول له نفسه قطع حبل الأمن وضرب الاستقرار وسيبقى الحامي لمسيرة السلم الأهلي متمسكا بثوابته الوطنية والعسكرية الجامعة بعيدا من تبدل الظروف السياسية المدير العام للأوقاف ينفي أي مبادرة أو وساطة خير تجاه المفتي من ميقاتي أو غيره ومهلة الترشح لانتخابات المجلس الشرعي انتهت تقرير فاطمة قاسم في التداول معلومات عن مساعي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لإقناع مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني بتأجيل انتخابات المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى أوساط المفتي نفت تلقي أي مبادرة وبالمثل نفت مصادر قريبة من ميقاتي ما ورد في صحيفة اللواء من أن رئاسة مجلس الوزراء تعتبر دعوة قباني للانتخابات باطلة بل أوضحت أن مهمة الرئاسة اقتصرت على تحويل الطعن المقدم من بعض المحامين في المجلس الشرعي إلى مجلس شورى الدولة الذي استبعد مدير عام الأوقاف الإسلامية الشيخ هشام خليفة أن يقحم نفسه في قضية من هذا النوع بالذات في هذه القضية المذهبية التي تعني الطائفة السنية في عمق عملها وتشريعها وإدارتها والتي ينص القانون الدستور اللبناني أن مفتي الجمهورية هو رأس هذه الطائفة وهو الذي يدعو للانتخابات فمجلس الشورى ليس ذو اختصاص في بحث هذه القضية ماذا لو كان قرار مجلس الشورى سلبيا؟ هل تلغى الانتخابات؟ ماذا سيكون رأي دار الإفتاء؟ أظن مجلس الشورى يعي ما أقول لن يدخلوا في نزاع طائفي أو يساهموا في ذلك؟ مش تدخل بأمور دار الإفتاء هذا فيه مفهوم خاطئ مجلس الشورى بنيه هدي محاكم إدارية ودوار الإفتاء ومفتي الجمهورية هن تابعين لرئيسة مجلس الوزراء وتابعين يعتبروا جزء من المرفع العام وبالتالي كل أرارات الإدارية اللي بتصدر عنهم خاضعة لسلطة رئيسة مجلس الشورى اجتماع السنيورة مع المفتين وبعض أعضاء المجلس الإسلامي الشرعي الذي عقد منذ بضعة أيام وعنونا في العلن على أنه شكر للإمارات حمل في الباطن بحسب بعض المتابعين رسالة للمفتي خصوصا وأن الشيخ خليفة لم يدعى إليه علما أنه المعني الأول بالمساعدات الإماراتية كثير من العلماء لم يدعوا وخاصة علماء بيروت وهذه مكان تساؤل الأمر الآخر يعني هي قد تصب فعلا يمكن في شكر الإمارات عند عامة من ذهب أما يعني البعض يتساءل هل لها خلفية تترافق مع أيام انتخابات البلد الشرعي الإسلامي الأعلى سمحت المفتي الجمهورية بتمسك برأيه بتمسك برأيه حتى لو صدنا نظن أنه هيدا التمسك عم يطرع علامات استفهام من المكتير من الناس علامات استفهامنا ما بنعرف والانتخابات في وقتها في وقتها وفي زمنها الساعة الحادية عشر صباح يوم الأحد ثلاثين الشهر أنا بعتبره هيدا انقلاب على المرسومة 18 لأسباب كثيرة للأسف لوائحة الشطب نشرت بعد الدعوة للانتخاب وهيدا يتعارض كليا ويسمى هيدا مخالفة للانتظام العام الاعتراض هذه المرة لا أسباب سياسي لا 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 مش لا أسباب سياسي من وجد ناس بالمرحلة السابقة بالانتخابات الالفان وخمسة اللي حضرتك عم تصوب عليها من وجد شخص يقول هذا الشي غلط لم يكن حدا مدرك أنه في أي أمر ما فيني جاوب عن الناس اللي كانوا موجودين بالأول أنا عندي إحساس أنه أسبوع الجاة بيكون في بشائر خير المجلس الشرعي المؤلف من 24 عضوا ولم يسبق أن دخله العنصر الانثوي تجاوز عدد المرشحين إليه الأربعين ومن بينهم ستة أشخاص على الأقل من الذين قدموا طعنا بدعوة قباني وذلك بحجة التفريق بين القانون الإداري والمسألة الشخصية فاطمة قاسم قناة الجديد وحدة الإنقاذ البحري الإقليمية في جوني تضيء شجرة الميلاد من تحت الماء تقرير دلال بزي لأن شهداء البحر من حقهم أن يذكروا في عيد الميلاد قامت وحدة الإنقاذ البحري الإقليمية في جوني المديرية العامة للدفاع المدني بإضاءة شجرة تحت الماء بحضور وزير الداخلية مروان شاربل الانطلاقة كانت من المرفأ قرب ثكنة القوات البحرية وجولة في البحر حتى الوصول إلى المكان الذي سينير البحر بشجرة الميلاد وقد قام فريق من الغطاصين من الإنقاذ البحري بتصميمها وتزيينها مع مغارة تحت الماء على حطام بخرة مبتكرا وسائل متطورة في إنارة الشجرة والرموز الميلادية شاربل وبعد الجولة أشاد بعمل الدفاع المدني وكيفية تطوير هذا القطاع ولأن الغوص في البحر كالغوص في السياسة علق شاربل على قلوب السياسيين الطيبة بدنا نقول هالصرخة هايدي يلي منتم وزير الداخلية بواسطة الصحافة للمسؤولين بلبنان حول الإهمال اللي حاصل للدفاع المدني حقيقة الإهمال اللي حاصل من زمان وجاي من عشرات السنين وبعد ما قدرنا نعطي حقه للدفاع المدني فنعيد على سطح الأرض بالبر لكل الطيبين في نحنا عنا شهداء مفؤودين بالبحر من مختلف الطواقف ومن مختلف الجنسيات برافو على الدفاع المدني نزلهم اليوم سجرة خليهم يشعروا أنه أنتو مش منسيين لكل متفائلين ولبنان رح يرجع ينفض هالغبار عنو ويرجع بأقرب فرصة ممكنة رح تشوفوه متل ما كنا نعرفه سابقا بقى ما تتشاقموا اللي شايفينو ما هو إلا حكي مبارات على التلفزيون بحدي بس بقدر بقلكم أنه قلوب اللبنانيين وقلوب السياسيين قلوب مفعمي بالأمل وفي ختام الجولة قدمت الوحدة البحرية هدية تذكارية للوزير شيربل بالمناسبة وفي الضفة الغربية أضيئت أمس شجرة الميلاد وسط الساحة الرئيسة بالتزام مع إنشاد التراتيل الدينية وفي أجواء من الفرح شارك مئات الفلسطينيين في المناسبة حيث أطلقت الألعاب النارية وكانت كلمة لرئيس الحكومة سلام فياض قال فيها إن المناسبة بمبادئها السامية تجمعنا أهلا من جديد عشرون طفلا من بين سبعة وعشرين قتيلا في مدرسة بولاية كونتكة الأمريكية بعد إطلاق شاب النار عشوائيا عليهم لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تحت وقع الصدمة بعد المجزرة التي عاشتها ولاية كونتكة الجمعة إثر مقتل سبعة وعشرين شخصا بينهم عشرون طفلا في مجزرة ارتكبها الشاب يبلغ من العمر أربعة وعشرين عاما بعدما أطلق النار داخل مدرسة ساندي هوك الابتدائية في مدينة نيوتاون الصغيرة وبحسب وسائل أعلامية أمريكية فإن مطلق النار هو ابن مدرس قدت في الحادث وقد وصل إلى المدرسة المذكورة مسلحا بمسدسين وركز هجومه على اثنين من الصفوف الدراسية قبل أن يطلق النار على نفسه لاحقا ومن بين البالغين الستة الذين أرداهم القاتل مديرة المدرسة والمعالجة النفسية فيها من جهته ندد الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي غالب دموعه مرارا بالجريمة البغيضة وأمر بتنكيس الأعلام على كافة المباني الحكومية الأمريكية طيلة أربعة أيام حدادا إن أغلبية الذين قضوهم أطفال بين الخامسة والعاشرة من العمر كان ينتظرهم مستقبل جميل وأعياد ميلاد وحفلات تخرج وأعراض وحتى أولاد من بين القتل رجال ونساء كرسوا حياتهم لتحقيق أحلام أطفالنا إذا اليوم قلوبنا محطمة أنا وميشيل سنقوم الليلة بما سيقوم به معظم الأهالي في أمريكا سنحظن أطفالنا بقوة ونقول لهم إننا نحبهم وهذا ما لن تتمكن عائلات في كينيتيكيت من القيام به وهم بحاجة لنا جميعا كما أن المجتمع بحاجة قصوى إلى أن نقوم كأمريكيين بأفضل ما عندنا في المرحلة المقبلة ولتزال دوافع مطلق النار مجهولة حتى الساعة وبحسب إفادات بعض من أهالي التلامذة وموظفين في المدرسة فأن أكثر من مائة رصاصة تم إطلاقها خلال الهجوم صفقة أسلحة أمريكية لإسرائيل عوضا عن الأسلحة التي استخدمها الاحتلال في عدوانه الأخير على غزة قرار أمريكي قضى ببيع سلاح الجو الإسرائيلي أسلحة متطورة بقيمة 650 مليون دولار يؤكد مرة أخرى العلاقة الوثيقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وأن رهان بعض العرب على فك هذا التعاون استراتيجي هو وهم وأمانية فانية خصوصا أن وقود السلاح الإسرائيلي من النفط العربي لم يمر شهر على عدوان غزة حتى أتى الدعم الأمريكي للعضو الصهيوني كيف لا؟ ومغزون الأسلحة الإسرائيلية من صواريخ وقذائف وقنابل تقلص إثر استعمالها في العدوان الأخير على قطاع غزة وقتلها مئات الفلسطينيين وجرح الألاف منهم وبحسب صحيفة هائراتس الإسرائيلية فإن الصفق الجديد ستشمل تزويد إسرائيل 6900 قنبلة ذكية يمكن تحويلها إلى مواجهة عبر الأقمار الصناعية بحيث تصيب الهدف بدقة كبيرة وتستطيع الطائرات من دون طيار استعمالها وكذلك الطائرات المقاتلة من نوع F-16 وF-15 التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وسيكون من ضمن هذه الذخائر أنواع من الصواريخ دقيقة التصويب التي تستطيع اختراق جدران سمنتية بسماكة مترين هذا وتضم صفقة الإغاثة بعد عدوان غزة عشرة ألاف قنبلة من أنواع مختلفة يمكن تزويدها بأجهزة توجيه منها 1725 قنبلة مخترقة للملاجئ المحصنة و3450 قنبلة من نوع 36 جي بيو قادرة على ضرب الأماكن المحصنة وإلحاق حد أدنى من الأضرار بالمنطقة القريبة من الهدف وقالت صحيفة هارتس إن هدف هذه الصفقة هو ملء مخزون الأسلحة لسلاح الجو الإسرائيلي بعدما نفذت منه كميات كبيرة من القنابل التي أسقطها جيش الاحتلال على قطاع غزة وقد أبلغت وزارة الدفاع الأمريكية الكونغرس الأمريكي بأمر هذه الصفقة وفقا لما ينص عليه القانون الأمريكي وكان 15 قيادين في كنائس مسيحية قد دعوا الكونغرس في شهر تشين الأول الماضي إلى إعادة النظر في منح إسرائيل مساعدات بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان وصرف المساعدات على قتل الفلسطينيين وأكد مجلس الكونغرس في مذكرته إلى الكونغرس أنه يريد أن يعرف أن المساعدات العسكرية سوف تذهب إلى دولة تتبنى القيم نفسها التي يتبنها الأمريكيون وأنها لا توظف في انتهاك حقوق الإنسان المكفولة لأفراد آخرين دائرة محفوظات الأمن القومي في جامعة جورجتاون الأمريكية تنشر وثائق تتعلق بالجاسوس الإسرائيلي جوناثن بولرد بعد ممانعة أولى من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وبعد رفع السرية عنها نشرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية السي آي آي وثائق تتعلق بقضية الجاسوس اليهودي الأمريكي جوناثن بولرد المحكم عليه بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة بتهمة العمالة لإسرائيل وبحسب هذه الوثائق فإن بولرد كان يبحث عن معلومات تتعلق بالبلدان العربية لا ببلاده أي الولايات المتحدة وقال للمحققين إن مهمته كانت تقتضي أنذاك بتقصي المعلومات المتعلقة بالبرامج النووية العربية أو الباكستانية ويسود الاعتقاد أن بولرد قدم أيضا معلومات عن مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس ساعدت إسرائيل في التخطيط للغارة الجوية عام 85 وكشفت الوثائق التي رفعت السرية عنها عن المتاعب المالية لبولرد وأطواره الغريبة فقد قال في أحد الأيام على سبيل المثال إن الجيش الجمهوري الإرلندي خطف زوجته وكان بولرد قد اعتقل عام 85 فيما كان يحاول اللجوء إلى السفارات الإسرائيلية في واشنطن وحكم عليها عام 87 بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة لأنه زود إسرائيل ألاف الوثائق المصنفة أسرارا دفاعية بين عام 84 و 85 وتنقل الوثائق من جهات أخرى عن بولرد تأكيده أن إسرائيل لم تطلب ولم تتسلم من جهتها معلومات تتعلق ببعض المعلومات الحساسة جدا بشأن الأمن القومي للولايات المتحدة وقال إن الإسرائيليين لم يبدو أي اهتمام بنشاطاته ومشاريع وقدرات الجيش الأمريكي وعتاده وحصل بولرد على الجنسية الإسرائيلية عام 95 قبل أن تعترف به إسرائيل رسميا بأنه أحد جواسيسها ومنذ ذلك الحين استضمت الجهود الإسرائيلية للإفراج عنه برفض الولايات المتحدة والآن نبقى مع أبرز عنوين الصحف الصادر اليوم في بيروت الأحد 16 كنون الأول 2012 نبدأ مع النهار مصر من الميادين إلى صناديق الاقتراع جرس إنذار دولي النازحون إلى تدفق ميقات يضع حدا حاسما للمذكرات السورية كلينتون أصيبت بارتجاج دماغي وتتمثل للشفاء في منزلها في أبرز عنوين الديار خط التماس أصبح واضحا من إيران وصولا إلى بيروت لبنان والبحرين وسوريا ومصر سترسم أحداثهم المرحلة المقبلة معلومات خاصة بشأن هذا الملف في الهام مع لعبة الأمم انتخابات مصر نزاع الأقصر مع الأهرام الجيش أنذر لكنه لم يتحرك على أرض الميدان المعارضة تتهم حزب الإخوان بتزوير اللوائح انتخاب خليفة للبطريارك هزيم قد يتأجل ميقات المذكرات بحق الحريري سياسية وليست قضائية في أبرز ما جاء في عنوين المستقبل إيران تحذر أوروبا من حرب عالمية وتركيا تؤكد مضيها في دعم الشعب السوري جبريل يفر إلى طرطوس بعد تحرير اليرموك أربعة من جثامين تلك لخ اليوم وميقات يتذكر المذكرات بعد خمسة أيام المشنوق 14 أذار تدعو للاعتراف بالإتلاف السوري مهاجمة مقر حزب الوفد في القاهرة واتهام الإخوان بالسعي إلى التزوير جولة الاستفتاء الأولى تكرس الانقسام حول دستور مرسي بالانتقال إلى الحياة شكوك في الإشراف القضائي الكامل على الاقتراع وتضييق على مراقبين وغياب العنف مصر إقبال كثيف على الاستفتاء تنفسه الانتهاكات رياض حجاب يشكل تكتلا يضم المنشقين عن الدولة والمعلم يطالب الأمم المتحدة بإعمار ما هدمه الإرهابيون طهران تحذر من حرب عالمية بعد نشر باتريوت في تركيا الحياة تنقل حكايات تلامس الخيال عن النازحين إلى عكار ميقات يعتبر المذكرات السورية لاغية والهيئة الدولية تتوقع تفاقم النزوح البرلمان الكويتي يبدأ أعماله اليوم والشرطة تطوق ساحة الإرادة خيرا مع أبرز عنوين الشرق الأوسط أبو اسماعيل ينفي علاقته بالهجمات ومصادر إعلامية وقانونية تخشى أعمالا انتقامية 120 ألف جندي يؤمنون الليجان مصر كثافة في الاستفتاء ومهاجمة مقر الوفد بالمولوتوف تلينتون تتمثل للشفاء بعد ارتجاج في المخ معارضون ومصادر فلسطينية أحمد جبريل نزح إلى طرطوس إطلاقوا تجمع وطني بقيادة حجاب لحماية مؤسسات الدولة سوريا معارك طاحنة للسيطرة على مخيم اليارموك بدمشق ومدرسة المشا في حلب وزيرة شؤون الإعلام للشرق الأوسط المعارضة سوقت الدعوة إعلاميا بشكل مغلوط البحرين أي حوار وطني لن يغفل أي مكون من مكونات الشعب أبرز مكان في النشرة السلطات السورية ستسلم أربع جثث من مجموعة تلكلاخ طلب رسمي أمريكي للتجسس علينا دستور مرسي بين النعم والله هذا كان كل شيء في النشر الصباحية شكرا للمتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر